ولأن أقسام هذه المدرسة الابتدائية بقرية ثورير في بلدية تامقرة مصنفة في خانة حمراء وآلية بالسقوط حسب تقرير المصالح التقنية أجبر تلميذ المنطقة على مزاولة دراستهم بتنقل على مسافة لا تقل عن 12 كم يوميا وهذا منذ قرابة العقدين حتى الآن كنا نكوني ونزميرها نسمح قدرية نرأت صرح ونصباح بيس كنا نسعلي ريسك أثنان دزاري مداش يزاري دا درار أقوريس أدفل لهواء تقلاط ديسون دايا كتلمسة أشحان سيكوال إكترابي الكارضي سورة الاجتماعات الاجتماعات ذا نبدو نغل مهم نسعلي الاجتماعات ذا البعضان دوني ثقشة تطوح ونزميرها لغذي دي بلاصير أرثمقرة الكولايا يغلق للطن 14 سنة حرص الأولياء على إعادة فتح هذه المدرسة دفع بلجنة تحقيق ومعينة على التنقل إلى عين المكان وتفرج عن حلول عاجلة لإعادة النشاط التعليمي بهذه المدرسة من المميزة تحقيق تتكلم المدرسة صعوبة الظروف مع نقص لبعض الإمكانيات عرف عرش تورير أقصى جنوب ولاية بيجاية هجرة للعائلات بحثا عن إمكانيات أفضل لا سيما ظروف التعلم